بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء شلونكم إن شاء الله بخير أنا هسا أريد أتكلم على تطبيق قانون قاوز بالنسبة للفصل الثاني اللي أنا إذا أمشي هسا ويطلبت المرحلة الرابعة مسائي إن التطبيق الأول الموجود وهذا أسهل شي طبعاً الموجود هو أخذنا لشحنة خطية موزعة على خط لكثافة خطية لمدة نحسب المجال الناشع عن هذه الشحنة الخطية نلاحظ إن هذه الشحنة الخطية من ناحية العيانية نحن نشوفها شحنة خطية يعني بخط واحد وما نشوف بها أي أبعاد لكن من ناحية المجارية هي عبارة عن أسطوانة طويلة جداً لها أبعاد نصف قطر R وطولها L وإلها قاعدتين القاعدة الثانية المساحة الثانية والثالثة والمساحة الأولى هي محيط الأسطوانة يعني عندنا ثلاث مساحات وعندنا قاعدتين يتمثل للقاعدتين المساحة الثانية والمساحة الثالثة نأخذ التطبيق بالنسبة للقانون لاحظ هنا استخدمت قانون قاوز التكامل وهو تكامل E.NDA يساوي لتكامل المغلق هنا يشتغل E.DS واللي هنا بما نعمل علامة الدوت في بيناتهم فيكون الناتج تكامل E.DS كوسين ثيتا هطبخ هذه الإلاقة على كل من المساحة الأولى والثانية والثالثة بالنسبة للمساحة الأولى لاحظ هنا المساحة الأولى شي ساوي لي أول شي ككل تساوي مساحة الأولى زاد المساحة الثانية زاد المساحة الثالثة لختط به قانون قاوز لكن هسا هناخد بالتفصيل لكل وحدة بالنسبة للمساحة الأولى لاحظ طبقت القانون هو E.D.S كوسين ثيتا حيساوي لي لا تلاحظ إن العمود المقام هنا على محيط الأسطوانة يكون باتجاه نصف القطر R فإن الزاوية بينها تومش ساوي لي ساوي لي صفر هذا العمود المقام زين لاحظ خليت الزاوية صفر يعني معناها إن المجال كوسين الصفر هو واحد فصارت شنو EDS D ويتكام الراحة فصار ES1 هنا المحيط في نصف القطر المحيط في نصف القطر نجي هنا على المساحة الثانية المساحة الثانية شنقول هم من نفس القانون Ecosين DS ويساوي لي لاحظ الزاوية ما بين هنا المساحة واتجاه المجال هنا لاحظ هاي اتجاه المساحة هذا اتجاه المجال العمودي عليهم زين هذا المجال لاحظ تكون الزاوية بيناتهم هي تسعين درجة يعني معناك وسعني التسعين شي ساوي لي صفر ومن نفس الطريقة للمساحة الثالثة الزاوية ما بين المجال والمساحة تساوي إنه تسعين درجة فيكون الناتج صفر إذن المتبقع اندي فقط للمساحة الأولى لاحظ طبقنا واللي ساوي لقلنا المحيط في نصف القطر هنا لاحظ المحيط في الطول مالتنا 2πr المحيط والل هو شنو الطول للأسطوان أو للشحنة الخطية في المجال لاحظ هنا إنه بالقانون الأصلي مو يساوي إنه Q على أبسيلون لاحظ إنه Q لي بما نخط يصير لمدة L على أبسيلون نوت أساوي هذا الطرف وهي هذا الطرف فيطلع لي إن الإي تساوي لمدة على 2π أبسيلون نوت R إذا كان المقدار عددي أي مقدار واتجاه يساوي إنه لمدة R كمتجه على 2π أبسيلون نوت R ساكوير اتجاه للمجال الكهرو ستاتيك هذا